السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الراجل المتمرس برا ان الراجل بتاعي اللي هو الطالب اللي بيخرج من عندي دوت الطالب دوت بيبع عنده امكانية لانه هو يبعى عارف الخامة دية بتاعت ايه الخامة ديت انا ممكن ان انا استخدمها في ايه ممكن ان انا استخدم مسلا يطلب مني ان انا ادهم مسلا دفاية فالدهان اللي انا باستخدمه عشان خطر ادهم الدفاية دوت هيكون عامل ازاي لازم يتحمل درجات الحرارة عليه مين اللي بيعرف الكلام دوت اللي بيعرف الكلام دوت طالب اللي بيدرس معايا الكلام ده هنفتدي يا جماعة بأول درس عندنا اللي هو المكونات العامة للبيات المكونات العامة للبيات دي بتكون المكونات العامة للبيات أول حاجة عندنا تعريف البوي البويات ديت عبارة عن إيه هي المادة المستخدمة في تغطية الأسطح طيب سواني هنا كده المادة ديت ممكن تكون مادة سائلة ممكن تكون مادة صلبة ممكن تكون مسحوق ممكن تكون أي حاجة طيب اللي بيخصيني هنا البوية دي بتكون عبارة عن إيه البوية دي بتكون عبارة عن مادة سائلة اللي بيغطي بيها الأسطح بتاعي سواء إذا كان السطح دوات خشبي أو معدني أو جدرون هي المادة المستخدمة في تغطية سطح مرد دهانه بغرض إعطاءه حماية من مؤسرات خارجية أو تغيير لونه أو إعطاءه شكل جمالي أو إكسابه خواص وصفات وظيفية مثل الصلاة أو مقاومة الاحتكاك أو أعمال الأعوام للتعرية والعزل اللي بيتم معايا في حاجة زي كده إن أنا بتعرف على البوية البوية دي بتكون موجودة عاملة زي بتكون عبارة عن سائل والسائل بتاع دواته المفترض إنه هو هيدهم به يا إما سطح معدني يا إما سطح خشبي يا إما جدرون بتاعدي طيب لما هاجأ هدهني الكلام ده كله هدهنه ليه؟ هدهنه عشان خاطر أحافظ على جماله هو أنا الشكل اللي بيكون أفضل الخشب اللي هو بيكون اللي هو الشكل اللوبيب بتاعه او الحيطانة اللي بتكون على المحارة ولا الحيطانة اللي بتكون مدهونة فالمفترض ان اي حاجة بتطلي او اي حاجة بتدهين او اي سائل بتدهين عشان خاطر احافظ على الحاجة بتاعت من اي عوامل مختلفة سواء اذا كانت احتكاك بقى سواء اذا كانت عوامل جوية سواء اذا كانت عوامل تعريه ايا كانت دي اول حاجة عندنا تاني حاجة عندنا حاجة اسمها تعريف اللزوجة طيب اللزوجة بتاعت ده يتعبار عن اين قال لك يا عم انت في عندك حاجتين عندك دلوقتي كباية فيها عسل تمام وكباية فيها مية تمام تعريف اللزوجة بيقول ايه بيقول تعريف اللزوجة لسائل ام ما بأنها مقاومة السائل الانسية لو انا دلوقتي جبت كباية المية دي وجبت كباية العسل وجبت كباية فاضي عصد من نوم هنا وكباية فاضي عصد من نوم النحية التانية ونقلت المية من هنا لهنا يعني المية بتنساب من الإناء ده للإناء ده هتاخد وقتها دي والعسل اللي هو من الإناء ده للإناء ده هياخد وقتها دي لو جيت شفت المية المية هتنساب يعني هتنتنقل من المكان ده للمكان ده مش هتاخد وقت فكده بيتقل عليها خفيفة القوام تمام؟ إنه بالنسبة للعسل العسل بتاعي لما هيجي تنقل من هنا للكباية التانية أو الإناء التانية دي بتاخد وقت فلما بتاخد وقت دي بيتقل عليها غليزة القوام فاللزوجة هي اللي أنا بحدد عن طريق إذا كان السائل بتاعي اللي هو الدهان بتاعي سائل غليز القوام أو سائل خفيف القوام تقاس بوحدة البواز الوحدة بتاعت اللي أنا بقيس بيها البوية بتاعتي أو بقيس بيها لزوجة البوية بتاعتي دي بتكون البواز تمام العوامل المؤسرة في اللزوجة العوامل المؤسرة في اللزوجة التغير في درجة حرارة السائل في عندي نوع من أنواع الدهانات أو نوع من أنواع البويات النوع دوت زي مثلا الغيرة الغيرة في عندي غيرة حموس كده بتكون عبارة عن حبيبات خلاص طيب لما تكون عبارة عن حبيبات ديت اللي الزوجة بتاعتها بتكون عالية ولا بتكون متوسطة بتكون اللي الزوجة بتاعتها عالية التغير في درجة حرارة السائل يعني ديت لما تتعرض لدرجة حرارة بتتحول من حالة الصلبة بتاعتها ديت لحالة سائلة طالما تحولت من حالة سائلة الحالة صلبة يتحولت من حالة اللي هي غليزة القائم إلى حالة خفيفة القوام الجهد المبزول في عملية التقليل في بعض حاجات أنا لما باجي بقلبها تبص تلاقيها تبقى غاليزة القوام على حسب الجهد بتاعي كل ما قلبها أكتر كل ما الدهان دوت تبص تلاقيها بغاليزة القوام أكتر إن سياب السائل أو مدى غاليزته العوامل اللي أنا بأثر فيها على الزوجة أنا عندي كباية هي زي ما شرحت لحضراتك فيها عسل وكباية تانية فيها ميا أنا فيهم اللي بص تلاقي نتيجته هتكون أفضل اللي هو الروح من كباية لكباية أكتر هتكون الميا لأنها بتكون خفيفة القوام طيب التكون العامل البيات قبل ما ندخل في موضوع التكون العامل البيات دي هتكلمكم بس على حاجة التكون العامل البيات دوت هو كل البوية اللي موجودة على مستوى العالم كلها بلا استثناء بتتكون من الأربع حاجات اللي احنا هنتكلم عنهم دولة يعني إذا كانت بوية مقاومة للحرارة هتتكون من الأربع حاجات دولة إذا كانت بوية بتستخدم في الدهانات السنساتك هتتكون من الأربع حاجات دولة أي بوية موجودة عندي يعني على مستوى العالم بتتكون من الكلام ده كله خلاص هنا عندي أول حاجة مادة ربطة نمر اتنين مخطبات نمر تلاتة إضافات نمر اربع موزيبات كل واحدة دولة هنتوالها بالشرح التفصيل والمفصل من خلال طبعا الترمي بتاعنا اللي هو الترمي الأولين نمر واحد المادة الربطة قالك المادة الربطة ديها تباشى بتكون سائلة تحمل مكونات البوية وتكون سائلة بتكون عبارة عن إيه؟ بتكون عبارة يا إما زيوت إما راتنجات الزيوت اللي أنا بستخدمها بتكون إيه؟ بتكون زيوت بوية تمام؟ دي أول حاجة عندي والراتنجات برضو بتكون سائلة يعني أنا عندي المادة الربطة الأساسية بتاعدي أهو اللي هي بتكون إيه؟ بتكون سائلة ده نمر واحد أنا عندي ده بعد كده المخدبات المخدبات هي اللي بتديني درجة اللون اللي بتديني درجة اللون بتاعتي عشان خاطر ان انا اقدر ان انا طلع بويا صفرة بويا حمرة بويا مثلا مقاومة للحرارة بويا ما تقاومش الحرارة بتكون عن طريق ايه عن طريق المخدبات دي طيب المخدبات بتاعتي بتكون عبارة عن ايه هي بودرات يعني المخدب دوت او اللون اللي بييجي دوت عبارة عن بودرة لها القدرة على التلوين وتغطية الاصلح يعني دي وظيفتها عندي حاجتين. ايه هما الحاجتين دول? بتديني درجة التلوين. درجة التلوين اللي احنا اتكلمنا عليه اللي انه احمر اصفر اخضر ازرق. ايا كان. تاني حاجة تغطية الاسطح يعني بتغطي السطح بتدي بتخلي السطح بتاعي ساتر. لو انا هدي اللون احمر او لون ابيض او لون اصفر فالنتيجة في الاخر بلاقي اللون بتاعي زي ما هو. الاضافات الاضافات دي تضاف لتحسين خواص الدهان. ونطجه داخل افران. لو شفنا مسلا اي دهان موجود في السوق. الدهان اللي موجود في السوق دوت. مش بنلاقي فيه. بعض حاجات مسلا تبص تلاقي الجودة بتاعتها عالية. وبعد حاجات تبص تلاقي الجودة بتاعتها قليلة. زي الدهانات اللي موجودة في السوق. في عندي دهان مسلا اسمه بلاستيك سايروس. في بلاستيك تاني اسمه بلاستيك ناشونال. في بلاستيك رابع اسمه مسلا بلاستيك يوتين. الاختلاف اللي موجود في جودة الدهان دوت في حد ذاته دوت بيكون عن طريق الاضافات اللي انا بضيفها عشان احسن من جودة الدهان بتاعتي. فجودة الدهان بتاعت ديت عن طريقها انا بقدر ان انا اختهار جودة كويسة او شركة كويسة عشان اقدر ان انا اشتغل معيها. اخر حاجة عندنا المزيبات. طيب المزيبات دي بتعمل ايه? طبعا مش كل مش كل الشركات بتطلع درجة اللزوجة واحدة. فدرجة اللزوجة ديت ممكن تبقى غليزة القوام فباضطر ان انا ايه باضطر ان انا اخففها شوي. المزيبات تعمل على الازابة. تخفيف لزوجة المادة الرابطة. يبقى وظيفة المزيبات بتعمل ايه? اللي هي بتخفف لزوجة المادة الرابطة. يعني انا عندي دهان. الدهان دوت غالي زي القوام. طب انا محتاجة أخففه عشان اقدر ان انا اشتغل بيه او ان انا قدامه. فبعمل ايه? بخففه بالطريقة اللي اتناسبه عن طريقة المزيب المناسب لنوع الدهان. يعني انا عند بلاستيك. الموزيب بتاعه ايه? مية. طب لو لك ايه? الموزيب بتاعه بيكون نفط معدني او ترابنتين. تمام كده يا جماعة? بنتكلم بقى كل حاجة بقى بالتفصيل. اولا المادة الرابطة. طيب قبل ما نخش في المادة الرابطة في سؤال لازم يتساقل. المادة الرابطة دي. يا طرى بتكون سائل ولا بتكون بودرة ولا بتكون عاملة ازاي? المادة الرابطة دي بتكون سائلة. نركز اوي في الحية تدية يا جماعة عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر هنتكلم عنها كتير اوي. ده بتتفضل معنا سنة اولة وتفضل معنا السنة تانيةEX وتفضل معنا السنة تالتة. هنتكلم عن موضوع المادة الرابطة دي هي مواد كيميائية او صناعية او طبعية يبقى اختصارا اي مادة هكون موجودة عندي فيها تلات حجار. يما يكون مادة طبيعية المصدر بتاعها هيكون طبيعي. يما هيكون المصدر بتاعها صناعيs. يما هيكون المصدر بتاعها كيميائي تمام تمثل الوسيط الذي يحمل باقي مكونات البوية ايه هي باقي مكونات البوية المادة المخطبات والمزيبات وهي سوائل تتميز بلزوجاتها العالية يعني لازم اللزوجة بتاعتها بيكون عالية يعني بيكون في قوام العسل كده او المتوسطة وتكون مسؤولة في الاساس عن حمل صفات الطبقة النهائية للدهان. يعني طبقة الدهان بتاعت بتتحدد ازا كان دهان مقاوم للحرارة او ازا كان دهان اه مائي او ازا كان دهان اه سبغة او اي حاجة دي بتتحدد عن طريق المادة الربطة بتاعت دي. طيب المادة الربطة دي هتقلنا عبارة عن ايه? قلنا عبارة عن حاجتين. ايه هم ما الحاجتين? زيوت او راتنجال. هنتكلم بقى عن الزيوت المرة دي هنتكلم واحدة واحدة كده وبالروح. تمام? أولا الزيوت هي مركبات سائلة والزيوت أما تكون نباتية أو حيوانية أو معدنية أو عطرية مستخلصة من الزيوت دي الأنواع بتاعت الزيوت اللي موجودة عندنا كلها بلا استثناء اللي هي بيكون يما زيت نباتي يما حيواني يما معدني يما عطري وكل دوا بيكون مستخلص منين؟ من الزيوت والزيوت النباتية فقط هي التي تصلح لأعمال الدهانات يعني أنا اللي أنا بستخدمه من الزيوت فقط بتاعتي هي الزيوت النباتية بس ده اللي أنا باخده اللي بيقول عليه ده زيت بوية وعن طريقه أنا ببدأ أن أنا أصنع إيه؟ أصنع البوية بتاعتي الوسيط الحامل طيب الوسيط الحامل ده إيه هو؟ اللي هي المادة الربطة بتاعتي طب المادة الربطة بتاعتي دي تكون إيه؟ المادة الربطة بتاعتي دي تكون سائلة هي الجزء السائل ده المادة الربطة من الدهان بما في ذلك المادة الربطة والمزيبات والإضافات وسميت بذلك لأنه يجعل المخضبات والموسعات بداخله يعني اللي بيقدر يشيل المخضب اللي هي البودرة إيه اللي هو السائل اللي أصد منه أما المادة الرابطة هي الجزء الروتينجي أو الزيتي خلينا في الزيتي دي دلوقتي لما نجيل الروتينجي بنتكلم عنها في أدهال وهي سائلة مثل الزيت أو صلدة مثل الروتينجات وهي التي تلتصق المخضب بالأسطح يعني اللي بيخلي السطح بتاعي بيلزق عليه الدهان هو المادة الرابطة بتاعتي وفي جميع الحالات تظل المادة الرابطة جزء اللي هي تأجزة من طبقة الطلاق بعد الجفاف تمام؟ بعد كده يا جماعة عندنا استخلاص الزيوت طيب أنا لما بستخلص الزيوت بتاعتي بستخلصها إزاي؟ بستخلصها بطريقتين أول طريقة طريقة العصر تاني طريقة طريقة المزيبات يعني طريقة العصر ويعني طريقة المزيبات باختصار شديد جدا أنا عندي زيت الزيتون زيت الزيتون ده وبيطلع منه زيت ولا لأ؟ طيب بيطلع منه زيت عن طريق إيه؟ بيطلع منه زيت عن طريق السمرة بتاعت الزيتون ده الزيتون ده لما بيطلع بيبقى فيه نسبة زيت موجودة نسبة الزيت اللي موجودة ده أنا لو جيت عصرتها هبصت تلاقي نسبة الزيت دي تطلع في ناس يا إما بتعصرها وبتطلع نسبة الزيت دي يا إما بتطلعها عن طريق المزيبات بتاعتي اللي هو السالس كولوريد الإسليم أي استخلاص الزيوت بعصر بعض بزور النباتات في الجو البارد تحت ضغط كبير بالمزيبات المزيبات اللي هي الناس بتفضلها يعني لان هي بيكون اسهل واسعف انواع الزيوت في عندي تلات انواع من انواع الزيوت زيوت مكفافة زيوت نصف مكفافة زيوت غير مكفافة يعني ايه مكفافة ويعني ايه نصف مكفافة ويعني ايه غير مكفافة هو كل الموضوع ما فيه اللي هو على حسب الجفاف بتاعتها. بيقول لك دي بالجف بالجو العادي. ودي بيتجف نص جفاف. ودي ما بتجفش اصلا وانا باستخدمها كملدن. ممكن ان انا حطها مع حاجة تانية عشان خاطر تساعدني في ان انا اطلع ناتج بوية او جود بوية كويسة. مش اكتر ولا لها. هنتعرض اليوم دلوقتي. اولا انواع الزيوت. زيوت مكفافة. تجف في الجو العادي. مثل زيت بزرة الكتان. زيت التانج الصيني. يعني انا الزيتين اللي موجودين عندي في الزيوت المكفافة زيت بزرة الكتان وزيت التانج الصيني. وبرضو دول هيتشرحوا دلوقتي. زيوت نصف مكفافة. الزيوت النصف المكفافة ديت عبارة عن ايه? تستخدم كمواد ملدنة. يعني انا دلوقتي ما بحطاش في البوية زي زيت بزرة الكتان اللي ممكن ينشف في الجو العادي. لا دي ما بتنشفش في الجو العادي. خلاص? زيوت نصف مكفافة تستخدم كمواد تستخدم كمواد ملدنة ولا تجف الا في الافران. يبادية ما بتجفش الا في الافران. مثل ايه بقى? زيت الزرة? زيت. بزرة القطنة? زيت فول الصوية. عن طريقهم دول انا باستخدمه ملدنات مش اكتر ولا ل. طب اللي بيجف في الجو العادي? اللي بيجف في الجو العادي هو دوت اللي انا باستخدمه فين? باستخدمه معايا في البوية على طول. زي زيت بزرة الكتان وزيت الطنج الصيني. طيب الزيوت المكفافة سوري زيوت غير مكفافة مثل زيت الخروع. زيت الخروع الخام ده بيقول لك زيت ما بيجفش يعني ما بينشفش. طالما زيت ما بينشفش. ينفع استخدمه في البوية بشكل مباشر? لا ما باستخدمهش بشكل مباشر. بحطه كملدن عشان خاطر اقدر ان انا اساعد في موضوع جو ديت البوية بتاعتي. اولا الزيوت المكفافة. زيت بزرة الكتان ويسمى بالزيت الحوار. مين البزوء? مين بزور الكتان? تمام? ويحتوي على تلاتة وتلاتين في المية من وزنه زيت. يعني ايه? يعني انا بجيب البزور بتاعي زيت بزرة الكتان دي. البزور ديت المفترض ان هي بتتعصر. فيها نسبة من الزيوت. النسبة من الزيوت ديت تلاتة وتلاتين في المية. النسبة بتاعت الزيوت اللي هي تلاتة وتلاتين في المية ديت بتطلع زيت. طب ايه هو زيت بزرة الكتان? زيت بزرة الكتان اللي هو الزيت الحوار اللي موجود عندي اللي انا باستخدمه عند اي حد. اللي انا باستخدمه في الاطعمة دو. تمام? ده الزيت اللي موجود بتاعي. استخلاصه طيب. انا عايز اخد بقى البزرة دي هتاخد منها الزيت بتاعي. طيب هاخد الزيت بتاعي ازاي? قالك يا عم بمنتها البساطة. هو انا كنت ايهلك قبل كده. ان انت بتستخلص الزيت ازاي? قلت ليه بطريقتين? ايه هما الطريقتين? يا ام العصر يا ام المزيبات. ما هي دي برضو? العصر والمزيبات هاخد منها هاخد منها الزيت بتاعك. اولا الاستخلاص بتاعي. ايه ام ايه? بالعصر. بصوا بقى يا جماعة. وذلك بوضع البزور المجروشة. الساخنة في اكياس من الصوف. ثم توضع فيها عصرات للتعرض لضغط شديد. يعني انا بيكون عندي كده في هنا مجبس. تحت منه مجبس. خلاص? هنا بحط البزور بتاعتي. لما بنزل بالمجبس ده كده الفوق. وده وبطلع به لتحت. بنزل به لتحت. وده بطلع به الفوق. تبص تلاقي نسبة البزور اللي موجودة هنا بتتضغط. لما بتتضغط بيبدأ يطلع الزيب بتاعي. هو ده اللي انا محتاجه. للتعرض لضغط شديد. فيسيل الزيت وناتج هذا العصر يباع على فل الماشية. تاني حاجة ايه هي? تاني حاجة يا باش اتكلمنا عنها اللي هي ايه? اللي هي المزيبات. طيب ايه يا المزيبات? اهو. بوضع البزور فيها اوعية استوانية حديدية. ويضاف لها سالس كولوريد. سالس كولوريد الايسلين. ويترك مدة جافية حتى يزوب الزيت. بطلع الزيب بتاعه. بحط السالس كولوريد الايسلين. بعد ما بحط السالس كولوريد الايسلين. بس سيبه شوية. ابص الاقي الزيب بتاعي طلع. اخد الزيب بتاعي وخلاص. مش اكتر ولا أهل. تنقية الزيت. طيب. اي زيب بيطلع بيبقى فيه شوايب. طب الشوايب ده تعبار عن اين? اولا انا ناتج عندي اللي هي الزيوت النباتية. طبعا اي نبات في الدنيا بيبقى فيه نسبة زيت او نسبة سامغة عربي او نسبة رتنجات. وبعد كده بيكون معهم نسبة مية. طب انا عايز اشيل نسبة المية ديت. هشيلها ازاي? باشيلها عن طريق التسخين. بسخن الزيت بتاعي. بسخنه ازاي? بسخنه عندي درجة حرام معينة. فلما يستخن عن درجة حرام معينة. يفضل الزيت ويتبخر الماء او الشوايب اللي موجودة. فيبقى عندي الزيت بس. فهو الزيت دوت اللي انا محتاجه وهشتغل به. او. تنقية الزيت. ينقى الزيت بوضعه فيه فيه اوعية بها قلبات. ثم يسخن بالبخار لدرجة حرارة تسعين درجة ماوي. طبيض الزيت. طبيض الزيت دوت هو اللي انا يعني اللي هو ايه? اللي هو تنقية الزيت. يعني ايه تنقية الزيت. يعني انا في عندي زيت ممكن الاقيه كده لو لقيته في السوق ممكن الاقي زيت غامق. وزيت تاني اصفر. لو جينا عملنا مثلا اقتراح ما بينهم. يعني زيت مثلا وليكن مثلا زيت تموين. وزيت التموين اصد منه زيت كريستال. انا فيهم اللي هتلاقيه انقى اكتر. اللي هتلاقيه انقى اكتر اللي هو زيت ايه? زيت كريستال. فزيت كريستال ده بيتنقى. زيت بيتنقى عن طريق ايه? عن طريق الحصول على لون اصفر فاتح. يعني انا محتاج اللون الاصفر الفاتح ده. طيب. يسخم فيه وعاية استوان لدرجة حرارة مية وعشرين درجة موية. مع اضافة تراب التبييد. مثل مصحوق القربون المنشط. لما بضيف مصحوق القربون المنشط بيتحول اللون الغامي بتاع الزيت ده الى لون فاتح. وكل ما يكون فاتح دي معناه ان هو اتنقى من الشوايب اكتر. تحويل الزيت الخام الى زيت مستوي للدهان. انا بقى طلعت الزيت الخام بتاعي محتاجة ان انا اطلعه من زيت مستوي. عايزه زيت خام بتاعي اللي هو بتاع الدهان اللي انا بشتغل به موجود. ايه لا يحصل? انا كنت نمر واحد. سخنته عند درجة حرارة تسعين درجة مقوية عشان خاطر اناقيه من المياة. بعد كده عشان خاطر التبييد عملته المية وعشرين درجة مقوية. طيب عشان خاطر بقى ان انا اخذه بقى في شغلي انا اللي هو شغل الدهانات. اعمل ايه? باش هو هو نفس القصة. التسخين لدرجة حرارة متين درجة مقوية. خلي بالكم من الدرجات الحرارة ديت لان هي بتكون مواضعة اسئلة في الامتحان. عن طريق التسخين لدرجة حرارة متين درجة ماوية مع التقليب واضافة القلفونية والزيت ناتج لونه اغمى واغلص قواما واسرع جفافا من الزيت الخان وهو دوت اللي انا بكون محتاجه الزيوت المكفافة طبعا احنا لسه مكملين في الزيت بتاعنا اللي هو الزيوت اللي التجف في الهواء العادي تمام زيت الزيت التنج الصيني ده تاني زيت عندي موجود يعرف باسم زيت الخشب الصيني ونسبة الزيت فيها زيت السمار تلاتين درجة تلاتين في المية من وزنه زيت يعني انا دلوقتي عندي الاولاني اللي هو زيت بزرة الكتان اللي هو البزور بتاعت الكتان ديت النسبة بتاعتها تلاتة وتلاتين درجة تلاتة وتلاتين في المية من وزنها زيت طيب ديت تلاتين في المية زي ما قلت حرارة القرامة ديت بتيجي في اكمل وبتيجي في صحة وغلط في الامتحنات بتاعتها طيب انا عايزة استخلصها ايه الطريقة بتاعت الاستخلاص طريقة بتاعت الاستخلاص حاجتين يا إما عصر يا إما موزيبات هو اللي هيتم فأي زيت هستخلصه هستخلصه بالحاجتين دول اللي هو تجمع السمار وتوضع فوق بعضها اللي تتخمر وتفصل قشورها ثم تطحن البزور تطحن دي معناها ايه هتم عملية كابس وتسخن فوق ماء مغلي ثم تجبس في مكابس يدوي كده تمت عن طريق ايه عن طريق العصر طيب التنقية زي ما قلنا التنقية اللي فاتت التنقية بتكون عبارة عن ايه بتكون بالتسخين مش اكتر ولا اقل يبه هنا دي يتلمه هاجه نقل زيب بتاعها هنقيب ايه هنقيب التسخين ينقى بتسخين وفيه اوعية من الصلب بالبخار ويطرق ليترسب من الشوايب الشوايب بتاعت اللي انا بتطلعها بتكون ايه بتكون الميا اللي موجودة في الزيت دي انا عايز الزيت بتاعي خام عشان اقدر ان انا استخدمه في موضوع البوية بتاعتي طيب الخواص بتاعتين الخواص اللي موجودة بتاع زيت التنج الصيني لا يصلح بحالته وهو خام ان يكون دهانة يعني ما ينفعش ان انا استخدمه لوحده يجف دهانه بعد يومين معنى ان هو بيجف دهانه بعد يومين يبقى هو محتاج لمحفز عشان خاطر يقدر يجف اكتر يكون راصب بلوري البلور دوت حاجة كده اشبه بالزجاج الزجاج البلور ابيض عند تعرضه للدو قشر الدهانه غير لامعة تاخذ شكل الزجاج المصنفة تمام دي الخواص بتاعته وهو لسه متنقاش ولا اتعمل اي حاج عشان خاطر يستخدمه معاه في الدهان تحويل الزيت الخام الى زيت صالح للدهان عشان خاطر يخلي زيت التنج الصيني ده من زيت عادي جدا اللي زيت ممكن استخدمه في البويا يضاف له القليل من القلفونية يسخن قليلا قباقي الزيوت النباتي يعني انا لو ضفتله حبة الافونية كده بصاعة حبة الافونية دولت هيخله صالح للدهان بتاعه يعني ايه صالح للدهان بتاعه يعني بدل ما هيجف في زمن قدره يومين هتبص ليه يجف في الجو العادي يا دوبك اللي هم اللي 24 ساعة او ال 12 ساعة اللي انا بستخدمهم عشان قطر بقول ده دهان بيجف في الجو العادي او ان انا اسخنه زي باية الزيوت خواص زيت الطنج المستخدم في الدهانات انا طلعت زيت الطنج المستخدم في الدهانات طيب هيبقى ليه خواص ايه هو نمرة واحد اذا سخن بمفرده لدرجة حرارة 200 درجة مئوية يتحول الى مادة هلامية تشبه المطاط لا تزوب في المزيبات العضوية او الزيوت نوقف كده يعني مادة هلامية طيب المادة الهلامية ده تعبارة عن ايه شبه الجلي اللي موجودة عندي في البيت هي ده شكل المادة الهلامية مش اكتر ولا اقل طيب المادة الهلامية ده اللي بيحصل تزوب في المزيبات العضوية طيب مزيب عضوي يعني مزيب عضوي يعني حاجة بتضف الماء يعني زي الماء كده بالزبط. ده مزيف عضوي. اذا سخن بمفرده لدرجة حرارة تلتمية درجة مئوية. يتحلل جزئيا مكونة نسائل غير قابل للجفاف. يضاف الي زي بزرة الكتان وزيت البريلة. لانتاج ورنيش براقي قاوم الماء والقلويات. انا دلوقتي عايزة سخنه بمفرده. اللي هو وصل لتلتمية درجة مئوية. طب لما بيوصل لتلتمية درجة مئوية. ايه اللي بيحصل فيه بيقول لك غير قابل للجفاف. يعني غير قابل للجفاف. يعني ما بينشفش اصلا. يعني كالاول كان عندي مشكلة ان هو بياخد وقت يومين? دلوقتي مش هينشف اصلا. فطبعا لما مش هينشف اصلا هيبقى الوضع بالنسبة لي عامل ازاي? قال لك يا عم انت ممكن تحلي المشكلة دية. باني انت تحط عليه. زي بزرة الكتان? هينشف معاك. مش هيستو حط زي بزرة الكتان? حط زيت البريلة. اللي اتنين دول او اي واحد فيهم? هيقضي معاك الغرض وهيخلي الدهان بتاعك كويس. طبقة الطلاقة النتيجة منه شفافة ولامعة وصلة ولونه كهرماني. اللون الكهرماني دوت ايه هو? هي درجة ما بين الاصفر والبرتقاني. في النص كده ما بينهم هم الاتنين. قادل لون الاصفر قادل لون البرتقاني. في النص ما بينهم كده درجة الكهرماني. مين عيوبه? رايحة الكريهة. الريحة بتاعته بتكون كريهة. ايه بقى لما تيجي مسلا في سؤال كده اكمل ولا صح وغلط. يقول لك ايه? يقول لك مين عيوب زيت التانج الصيني? رايحته الجميلة. كلام دوت طبعا غلط من الصح. الريحة بتاعته بتكون كريهة جدا. وعن طريق الريحة كريهة جدا دوت بيسبب عيب بالنسبة. الزيوت النصف مكفافة. الزيوت النصف مكفافة ديت اللي هي بستخدمها كمولاد دينات. يعني لازم اضيف لها حاجات عشان خاطر اقدر ان انا استخدمها. ودي بتحسن من جودة الدهان اللي طالع عندي. اولا عندي زيت الزرة. طيب زيت الزرة دوت. ايه زروفه يا عم? قال لك يا عم بالراحة كده. يستخرج في امريكا لاغراض الطعام. يبقى اول استخراج فيه او مكانه بيكون فين? بيكون في امريكا. طب بيتعمل به اصلا ايه في بداية الام? ده للطعام فقط. اتنين لونه اصفر فاتح. يخلق بزيت بزرة الكتان? يعني انا دلوقتي الواحد اهو. مش هينفع لوحده? الا في الطعام بس. طب انا دلوقتي عايز استخدمه في في البوية اهو. يخلق بزيت بزرة الكتان مما يساعد على تعلق الملونات. الملونات اللي هي المخدبات اللي هي بتكون بودرات ديت. بهزا الخليط وهي منعها من الترسيب. الترسيب اللي هي بص تلاقي نوع من انواع ده هناك كده. تبص تلاقي الحاجة بتاعته تترسب داخل القاعة. وباضطر ان انا لازم اقلبها كل شوية عشان خاطر اشتغل ودهم بيها. فده بيمنع الموضوع دوت لما بضيفه عندي. تاني حاجة عندي زيت بزرة القطن. بزرة القطن يبقى جاي من بزر القطن. يستخرج من بزر القطن. التي تحتوي على اربعة وعشرين في المية من وزنه زيت. يبقى هنا اول ارقام انا جبتها عندي زيت بزرة الكتان تلاتة وتلاتين. زيت التانج الصيني تلاتين. الزيت التالت اللي هو زيت بزرة الكتان. اربعة وعشرين في المية. اربعة وعشرين في المية انا بتكلم على وزن البزرة الوحدة. وزن البزرة الوحدة ده وبيطلع الوزن بتاعه بيطلع زيت ويستخدم للطعام والصبون يمزج احيانا بالمعجون الغير قابل للصبع برضو باستخدمه في ان انا بطلع المعجون بتاعي تالت حاجة عندي اللي هو من الدهانات النصف المكفافة بيكون ايه بيكون زيت فول الصوية طيب يستخرج من فول الصوية الذي يحتوي على 18% خلي بالك يا جماعة من الحاجات دي من وزنه زيت يستخرج بالمزيبات للمكابس الحتة دي برضو بتكون مهمة انا عندي المكابس اللي هي العصر دي بتستخدم بالمزيبات بس يعني انا ماينفعش تستخدم فيها العصر لا ماينفعش تستخدم فيها العصر لونه اصفر زهبي يستخدم في البويات وصالح للاستخدام للطعام يعني دهوت زيه زيت الدرة زيت الدرة بيستخدم للطعام لما ضيف له زيب بزرة الكتان بيستخدم في ايه بيستخدم عندي في الدهانات يستخدم في بويات الافران لا يصلح الزيب بمفرده فيها الدهانات بل تخلط مع المجففات. يعني ده الواحده ما ينفعش. لازم احط له مجفف. ليه ليه المجفف? لان المجفف بيسرع من عملية جفاف الدهان. وانا يهمني ان انا لما بادهن حاجة على الحيطان اودهن حاجة على المعدن اودهن حاجة على آآ الخشب يهمني ان هي تنشف. ما يهمنيش ان انا كل شوية. احط ايضايا عليها لقيها لسه طرية لسه ما نشفتش. لا ده انا مش عايزه. انا عايز ان انا جودة الدهان بتاعتي كل ما كويسة. كل ما اه ناتج الدهان بتاعي والجودة بتاعتي بتكون افضل. ازا اريد استخدامه في صناعة ورنيش زيتي. يعني انا بضيف له المجففات عشان ينشف لو انا حابب ان انا اعمل ورنيش زيتي. طيب. الزيوت الغير مكفافة. الزيوت الغير مكفافة دي ما بتنشفش. ولا في الجو العادي ولا في اي حاجة. فما انا باستخدمها مع اي نوع من انواع الدهانات عشان قاطر اطلع نوعية كويسة وجودة كويسة اللي هي بتكون عبارة عن ملد موجود عندي. مصدره من بزور الخروع التي تنمو في سينة. وتحتوي على خمسة واربعين في المية من وزنها زيد. يعني خمسة واربعين في المية من وزن البزرة بتاعتي. اللي هي بتاعت زيت الخروع ديت. بيكون عبارة عن ايه? بيكون خمسة واربعين في المية بيكون منها زيد. طيب الاستخلاص العصر في مكابس وتفصل الشوايب. طيب بتفصل الشوايب عن طريق ايه? عن طريق التسخين. ناتج الترشيح هو زيت الخروع الخام. زيت الخروع الخام بتاعي دوت انا بستخدمه كملد مع بعض الدهانات. صفاته او خواصه. نمرة واحد عديم اللون. يعني هي عديم اللون? شفاف. زي المية. هي المية ليها لون? لأ ملاش لون. المية شفاف. فبرضو زيت الخروع دوت بيكون شفاف. ده نمرة واحد. نمرة اتنين غليز القوام. غليز القوام يعني بيكون تيل وعالي لزوج. غير قابل للجفاف. غير قابل للجفاف يعني ما بينشفش اصلا. يستخدم في الاغراض الطبية. الاغراض الطبية بيبقى فيه بعض الاجهزة عن طبية دوت بيستخدم فيها كشيء من التليين. يعني في بعض اجهزة كده. بيحصل فيها احتكاك كده بسيط. فطبعا الزيت ده بالنسبة له بيكون افضل حاجة وما بيأثرش على اي حاجة في الاغراض الطبية. يستخدم في الاغراض الصناعية كمادة مشحمة ومكسبة للدانة. خلاص? اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي بتكون مادة ملدنة. اللي هي بتساعد على جودة ونطج الدهان داخل الافراد. طيب زيت الخروع المنزوع منه الماء. انا عندي زيت الخروع الاولاني في مية. طب انا عايز اشيل منه المية. هشيلها ازاي? امتهى البساطة. انت هتشيل مية من حاجة موجودة. كل موضوع ما فيها هتسخانها المية. هتطيل خالص هتتحول لبخار مية. وخلاص على كده القصة هتندي. تمام? خصائص الزيت المنزوع منه الماء. انا زيت اللي هو زيت الخروع. نمرة واحد يقاوم الاسفرار والرطوبة. طبقة اطلاع الناتجة منه سابتة وصلبة. وسهلة الانسياب بالفرجة. وتمتاز بالمرونة العالية. المرونة العالية. كلمة مرونة. يعني ايه? بصوا يا جماعة. انا دلوقتي لو عندي الورقة دي. كلمة مرونة في الاصل عبارة عن ان انا لو اصرت الضغط على الورقة دي. تمام? بتبتني معايا. طيب مع زوال القوة. انا شلت القوة بتاعتي. بترجع لمصدرها الطبيعي. او شكلها الطبيعي او السطح بتاع الطبيعي. طب يعني ايه كلمة مرونة دهان? مرونة دهان. باختصار كده. اللي هي درجة التساق الدهان بالسطح. طول ما الدهان دوت ملتصق بالسطح عندي. هو محافظ على المرونة بتاعته ودرجة التساقه بالسطح. طيب. فقد المرونة بتاعته. بص تلاقي السطح بتاعة بيحصل فيه تشاؤقات كده في الدهان. وبص ليه ينطر من على الحيط. فلما بيفقد المرونة بتاعته. خلاص شكرا كده قصته انتهت. فزيت الخروع دوت بيخلي المرونة بتاعت الدهان بتاعدي كويسة. زي ما قلت لحضراتكم بيدخل في تحسين جودة الدهان. نرجع كده تاني. طبقة اطلاع الناتجة منه سابتة وصلبة. وسهلة الانسياب. سهلة الانسياب يعني انا لما ايجا اتحرك بالفرشة بتاعتي او الرول اللي اوجد هنا بلقيها بتتحرك معي بشي كويس جدا. تمتاز بالمرونة. المرونة اللي هي درجة التساقه بالسطح العالية. فهمنا يعني كلمة مرونة طبعا. جفافه يفوق زي بزرة الكتان ازا اضيفة اليه نسبة من الكوبالت اللي هي الخمسة من مية. طيب. لوحده مش هيجف. طب لو ضفت له خمسة في المية كوبالت بقولك يا باش هيجفه ويبقى زي الفول. فانه يجف في زمن لا تزيد عن خمس ساعات. طب لوحده مفيش اي حاجة خالص. قشرة الدهان الناعمة منه اقل مقاومة للمياه. من زيت من زيت الطانج الصيني. يعني يعني فيهم الاقوى زيت الطانج الصيني ولا زيت الخروع. هنا بيقولك قشرة الدهان الناعمة منه اقل مقاومة. لما تكون اقل مقاومة. يبقى اني الافضل في الجودة اللي هو زيت الطانج الصيني. ولكنها خالية من التجاعدات. ما بتعملش تجاعدات اللي هو نوع من انواة الدهانات تبصت ليه فيه كده كرمشة كده. او اسمه كراكلية. ده برضو ممكن ان انتو بترسوه في وقت من الهوقات يعني. يمتزج بالالقايد فيعطي ورنشات زيتة بريق. يدخل فيه مكونات بوية الافرام. من عيوبه سعره الغالي. اللي انا عملته ده كله يا جماعة ان هو يمتزج بالالقايد. يدخل في بوية الافرام. ما جبتش حاجة ان هو يستخدم لوحده زيت الخاروعة ده. ليه ما يستخدمش لوحده? لان هو لا يجف. سواء ازا كان ناي. سواء ازا كان اللي هو زيت مستوي. سواء ازا كان اللي هو زيت الصالح للدهان. لازم ان انا اضيفه لاي نوع من انواع منها الكوبلت مسلا او الالقايد. او ان انا ادخله في بوية او صناعة الافرام. عشان خاطر يقدر ان هو يجف معي. وبكده يا جماعة اللي بقى خلصنا زيوت بتاعتنا. خلاص? زيوت كلها اللي تخص موضوع الدهانات. سواء ازا كانت زيوت مكفافة. سواء ازا كانت زيوت نصفة مكفافة. سواء ازا كانت زيوت غير مكفافة. دي كلها زيوت تخص المادة الربطة. هندخل في الجزء التاني بتاع المادة الربطة اللي هو الراتنجات. الراتنجات الطبيعية. الراتنجات الطبيعية ديت يا جماعة من اسمها كده ديت عبارة عن إيه؟ راتنجات موجودة في الطبيعة أولا الراتنجات الطبيعية تمتاز بزوابانها في المزيبات الرخيصة مثل التربنتين المعدني وكذلك مقاومتها للأحماض المخففة والقلويات والتأثيرات الكيميائية طيب السؤال هنا الراتنجات الطبيعية ديت تفتكروا الزيت هو اللي بيكون أقوى ولا الراتنجات الطبيعية ديت هي اللي بيكون أقوى سواء إذا كان زيت أو راتنجات طبيعية كل حاجة بتستخدم لحاجة يعني إحنا لما نيجي مثلا نعمل مثلا بويس ما بويت السنساتيك لما نيجي نعمل دهان مقاوم للحرارة اللي هو الدهان السليكوني لما نيجي نعمل دهان زي دهان الإيبوكسي أو دهان زي البولي إستر كل واحد فيهم أنا بستخدم ليه مادة ربطة معينة وعن طريق المادة الربطة ديت بيطلع ناتج دهان وجود الدهان خاصة بالدهان ده تمام؟ طيب الخواص الطبيعية اللي تخص الراتنجات الطبعية نمرة واحد اللون يتراوح اللون من القبلة الشفاف اللي هو بيكون لونه أبيض شفاف جدا إلى البن القاتم ومن الشفافية إلى العتم دوت اللون الخاص بالراتنجات الطبعية إيه المبيض لحد ما يوصل للبن الشفاف اللي هو الغامي بس بيكون شفاف طبعا طب ليه بيكون شفاف؟ عشان خطر أنا كده كده هضيف المخدبات اللي هي عن طريق أن أحدد اللون أنا دلوقتي لو جبت مثلا سائل والسائل دوت فيه لون خلاص؟ وحطيت عليه أي نوع من نوع المخدبات طبعا امتزاج الألوان ببعض زي ما بندرس كده في سنة أولى جيت حطيت لون مثلا أصفر على لون أحمر بيطلع على الناتج بتاعه لون بورتقاني أنا لو عملت الكلام ده كله وجبت سائل لونه أصفر وحطيت أنا عايز لون تاني اللي هو لون أحمر لازم أجيب لون اللي هو اللون أحمر عشان خاطر أطلع لون بورتقاني أنا مش عايز ده أنا عايز تبقى الشفافية موجودة عشان خاطر أقدر أحط اللون اللي أنا عايزه وأطلع الناتج اللي أنا عايزه في البوية بتاعتي نمرة اثنين الصلابة طيب الصلابة بيقول لكي بقى كلما زادت صلابته كلما كان الورنيش جيدا بمعنى أدقق أو كلما كانت الصلابة بتاعت الراتينجات طبيعية قوية ممكن توصل لدرجة التحجر كمان ويكون متحجر بتاعي خلاص ده بيقول لكي لنتج بتاع الورنيش الورنيش ده بيكون دهاء فبالتالي الناتج بتاع البوية كون لها أنا بستخدمها في دوت بيكون ناتج بتاعها قوية جدا نمرة تلاتة الانصهار بيقول لك إن الراتينجات الطبيعية تلين بالحرارة هي تلين بالحرارة ثم تنصهر توصل لدرجة الانصهار اللي هي درجة أنها تتحول من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة. تمام? ده شكل لانواع الراتنجات اللي موجودة عندي. ده راتنج في حالة صلبة. طيب الحالة الصلبة دي هتنا عايز احولها من حالة صلبة لحالة سائلة. هي بتكون هي بسيطة هي. تمام? الحالة السائلة ده بتحاول ازاي? عن طريق الحرارة. ده يب برضو صلبة. لو بصيته هنا هتلاقوا ان في بعض حاجات كده تحس ان هي السيولة بتاعتها موجودة. طيب احنا ما قلناش الناتج بتاع الراتنجات دي الجاية منين? الراتنجات دي الجاية من الاشجار اللي موجودة عندي. خلاص? هتبصوا تلوى ده برضو جزع شجر هوت نازل منه بعض حاجات لونها ابيض شفاف موجودة. خلاص? هنا لون اصفر. خلاص? لحد ما يوصل لهو اللون اللي هو البني دوت اللي فيه عتامة او فيه قتامة. بس في نفس الوقت بيكون لون شفاف. تمام? مصيبات الراتنجات الطبعية. الراتنجات الطبعية ديت عشان خاطر تدوب عندي بتدف بعض حاجات. منها الكحول. طب ايه هو الكحول دوت? الكحول هو السيبرتو اللي موجود عندي موجود في السوق. نمرة اتنين? الاسترات. الايدروكربونات. مثل الترابنتين المعدني والنباتي. الكوتونات. مثل الاسيتون. خلاص? الاسيتون يعتبر مادة مزيبة موجودة عندي. ودية مادة ممكن تكون موجودة في السوق والناس بتستخدمها كتير. اللي هي بيكون ايه? اللي هي بننظف فيها المنكيرة او الكردور. استخدامات الراتنجات الطبعية. استخدامنا للراتنجات الطبعية. كلها بلا استثناء. المصريين القدماء هم اللي قالونا عليها. طب كانوا بيستخدموها في ايه? كانوا بيستخدموها في الطحنيت. يبقى اول ما نستخدم الراتنجات الطبعية او عرفنا ان في حاجة اسمها الراتنجات الطبعية هم مين? هم المصريين القدماء. طب كانوا بيستخدموها في ايه? كانوا بيستخدموها في الطحنيت والدهان بتاع الاخشاب. فالطحنيت ودهان الاخشاب هو اول حاجة استخدموه. ودهان التوابيت الخشبية والأساس وصيانتها مثل القلفونية والرطينجات الزيتية وتدخل في مجالات الطب وصناعة البويات صناعة البويات الآتي اولا دهانات الورنشات الكحولية نمر واحد الجملكة طيب انا عندي الجملكة بتستخدم في ايه اشتخدم في دهان الأسطر ودهان اسمه الصندروس طيب الصندروس ده عبارة عن ايه الصندروس ده دهان شفاف بيضهن بيه الأخشاب كان بيستخدم قديما وكان دهان قوي جدا 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 وكان اي حد لما بيعمل اي مركبة لان طبعا المراكب كان زمان ما كانش بتصنع من المعدة كان بتصنع من الأخشاب كان لازم يدهن الجزء بتاع الخشب بتاعه كله اللي هو بتاع المركبة كله من اول اخره لازم يدهن بالصندروس ده فبتقدر تعمر معاه مدة اطول تستخدم في دهان قوارب الأخشاب والجلود والورق والمعادن المستقة ده نوع من أنواع الروتينجاب برضو لحماية الصور الزيتية والمائية والفحم والبستل في عندي لوحات زيتية اللوحات الزيتية ده موجودة بقالها مئة سنة دلوقتي طيب انا عايز احافظ على لوحات الزيتية ده بتدهي الروتينج في الوقت ده كان اسمه المستقة دهانات الورنشات الزيتية في دهان عندي اسمه الكوبل يستخدم في الورنشات الزيتية واهم الزيوت المستخدمة معه هي زيت بزرة الكتان وزيت الطنج الصيني والخروع المنزوع منه الماء انا دلوقتي المفترض ان انا عندي ايه عندي زيت الطنج الصيني وعندي زيت بزرة الكتان وعندي زيت الخروع طب انا حبيب ان انا طلع ورنش جودته كويسة قالك اعمل موضوع بسيط جدا انت هتجيب روتينج طبيعي وتحط اي نوع من انواع الزيوت ده هتطلع ورنش جودته كويسة طيب انا فيهم اللي اكتر يقولك لا انت ممكن تحط بنسبة 50-50 تبص تلاقي النتيجة اللي طلعت بتاعتك جودتها كويسة بس مش اكتر ولا اقل حديثا تم خلط الروتينجات الطبيعية مع الكوبلت مع روتينجات مصنعة مثل روتينج الفينول فورمال دهايد والروتينجات العلقيدية لانتاج الورنشات الحديثة طبعا الروتينجات دي هنتعرض لها لكل واحد فيهم على حدة لان الروتينج دوت كل واحد فيهم بيستخدم لانتاج نوع بوية معين فطالما بيستخدم لانتاج نوع بوية معين لازم ادرسه على حدة عشان قطر اعرف الناتج اللي هيطلعه ليعمل ازاي مميزات الروتينجات الطبيعية تمتاز تمتاز بزوابانية في التربنتين المعدني مقاومتها للأحماض المخففة والقلويات والتأثيرات الكيميائية دي بيكون عالية هنا بيقولك بالقاوم الأحماض القلويات التأثيرات الكيميائية ده الروتينج اللي هو الروتينج ماله الروتينج الطبيعي تمام أشهر الروتينجات الطبيعية هيبدأ بقى يتكلم عن الروتينجات الطبيعية كلها بالتفصيل يعني ايه تفصيل يعني كل الروتينج هياخده لوحده هيطلع منه ثلاث حاجات مصدر المصدر بتاعه سواء اذا كان طبيعي سواء اذا كان صناعي سواء اذا كان كيميائي نمرة اتنين خواصه لازم ابعارف الخواص بتاعت الدهان الروتينج بتاعي لان هو اللي بيحمل بقى مكونات البوية كلها فلازم ما بعارف الخواص بتاعته عشان خطرة اقولها يستخدم فيه في عندي راتنج ممكن استخدمه ان هو يكون دهان سيليكون في عندي راتنج تاني ممكن ان انا استخدمه اللي هو دهان سينستيك عادي في عندي راتنج تالت ممكن ان انا استخدمه في اي نوع من انواع الدهانات التانية فكل دوات هعرفوا عن طريق ايه؟ عن طريق الحاجات اللي احنا هنشرحها دلوقتي نمرة واحد راتنج الكوبلت مصدره من الاشجار تسقب الجزوع فيسيل الراتنج ثم يتصلب ويجمع ويزوف فيه الكحول انا عندي دلوقتي شجرة خلاص والراتنج دوات ناتج من الاشجار انا دلوقتي لو عملت اي سقب في الشجرة ايه اللي بيحصل؟ طالما فيها راتنج هينزل من الشجرة دي كده الراتنج بتاعي تمام؟ طيب بعد ما بينزل ايه اللي بيحصل؟ بيتحجر في الارض وكل ما كان متحجر اكتر كل ما كانت النتيجة في الاخر بتكون افضل خلاص؟ بعد كده بجمعه وبعد ما بيتجمع بدوبه في الكحول يبقى بيدوف ايه في الكحول؟ بيكون ورنيش اسمه ورنيش السيبرتو حفري متحجر وهو يتكون من جزوع الاشكار يعني حفري متحجر انا دلوقتي عندي الشجرة دي الشجرة ديات المفترض طول ما هي شغالة او طول ما هي قائمة بتطلع بتاعي طب انا دلوقتي الشجرة دي تتقطعت اتقطعت هتنزل في الارض تمام؟ مع الوقت اللي بيحصل مع الوقت بتتريدم تحت الارض لما بتتريدم تحت الارض تفتكر الشجرة دي العقد بتاعتها او الحاجات اللي موجودة جوه منها بتبطل تفرز الروتنجات؟ لا طول ما هي موجودة بتفرز الروتنجات ديات موجودة عندي فبالتالي ايه اللي هيحصل? اللي هيحصل ان الروتنجات ديات هتليها تتكون حوالي الشجرة دي التي هي في الارض وهتكون متحجرة فعشان كده اسمها حفري متحجر يعني انا لازم احفر في الارض عشان خاطر اطلع منا حاجة الاحجار ديات. اللي هي ايه اللي هي بتكون عبارة عن الروتنج المتحجر دا. طب دا بيكون ايه يكون شديد الصلاقة. لا yeزوب في الزيوت الا بالحرارة. يعني لازم اجيب القطعة دية اللي هي بتكون صلبة جدا لازم اعرضها لدرجة حرارة عشان خاطر ايه اللي يحصل فيها? عشان خاطر تزوب وتصلح سائلة. وفي حالة الصلابة يسحق ويرش بمسدس الرش الملتهد. نوع من انواع مسدسات الرش دي هندرس برضو اللي هي مسدس الرش الشساخ. بمفرده او معالجه ملكة. في عندي نوع تاني اسمه كوبلت الكونغو. او نوع انواع تانية من الكوبلت. الكوبلت ده في منه في الكوبلت. في منه في الكونغو. في منه في جنوب افريقيا. كل نوع من دولك بيتسمى تبع البلد اللي هو موجود فيه. نمر واحد كوبلت الكونغو. يعتبر من اهم الراتينجات الطبيعية ولكن تراجعت اهمياته نظر لارتفاع تكاليف انتاجه. ده التكاليف بتاعه. تكاليف الانتاج بتاعته عالية جدا. فبالتالي هتلاقي مين اللي يشتريه? هتلاقي نوعية معينة وبسيطة من الناس تشتريه. فبالتالي هتبص تلاقي ايه? الطلب عليه هيبقى قولاية. وايضا تجهيزاته بالمقارنة بالراتينجات المصنعة. طيب المصدر بتاعه انتاجه من الحفريات المتحجرة. وتكلمنا عن موضوع الحفريات المتحجرة دي. طيب الخواص. الوانه منها الابيض الشفاف ومنها البني. الابيض الشفاف والبني. طيب البني دوت هيكون شفاف ولا مش هيكون شفاف هيكون شفاف. يعطي طبقة صلدة. لامع مقاومن الاحتكاك. السؤال هنا يا جماعة. ايه الفرق ما بين الصلابة? والصلاة ده. انا دلوقتي عندي قطعة من الحديد. قطعة من الحديد ديت انا مسكها في ايدي. لو مسكتها ورميتها على الارض. هتتكسر ولا مش هتتكسر? مش هتتكسر. طيب ما مش هتتكسر تبا ديت صلبة. طيب. جبت قطعة ازاز. وجبت مفاتيح او اي حاجة حد. وحاولت ان انا اخدش فيها. هتتخدش? لا مش هتتخدش. يبا هي دي الصلاة ده. اللي هي بتقاوم عملية الخدش. تقاوم عملية الخدش. طب يطر الزواج دوت صلب? لا لو مسكت قطعة الزواج ديت ورميتها في الارض. ايه اللي هيحصل? هتتكسر. على عكس الحديد. الحديد صلب لكن ما الصلد. يعني انا ممكن اجيب قطعة من المعدن اخدش في الحديد. تمام? لكن نفس قطعة المعدن ما اقدرش اخدش في في الزجاج. يبا الزجاج كده صلد ولا مس صلد? الزجاج صلد. يبا هي الصلد عبارة عن ايه? مقاومة السطح للخدش. انا بعمل دهان باستخدام الراتينجات ديها. اللي هو راتينج كوبالتالكونغو دوت بيكون دهان صلد. يعني ايه? يعني يقاوم عملية الخدش. الاستخدام يخلط مع الزيوت لعمل الورنشات ويخلط مع نطرات السليلوز باي نسب? اي نسبة احط من كوبالتالكونغو دوت هيطلع ورنيش قوي جدا. في عندي نوع تاني من الكوبالت كوبالت اسمه مانيلا. ينقسم الى ثلاثة اقسان. نمر واحد متحجر. نمر اتنين نصف متحجر. نملة ثلاثة من الاشجار. نرى اللي مكتوب. متحجر يوجد في الارض من الاشجار الميتة المتحجرة يزوب فيه الزيوت بعد تليينه. يعني ده ما موجود فين? ادي الشجرة بتاعت اهي? الشجرة دي تتقطعت. اصبحت تحت الارض. لما تصبح تحت الارض. يبقى ديت ايه اللي بيحصل? انا بحفر عشان خاطر اطلعها. ده هو بيتطلع حاجة. نصف المتحجر اللي هو بيكون لين شوية. ما بيكونش الناتج بتاعي. ما بيكونش الناتج بتاعي اللي هو حاجة صلبة. حول جزوع الاشجار. ككتل كبيرة. تصل الى عشرين كيلو جرام. يزوب في الزيوت. من الاشجار. تسقب الاشجار وتطلق الافرازات لتغتصلب. ثم تجمع الافرازات الصلبة. لا تزوب في الكحول واللين يصنع منه ورنيش كحول. يبقى هنا ديت بتطلع فيهاية ايه? فيهاية تسائل. هنا ديت بتتكون حوالين الشجر. يعني الشجر بمجرد ما بتنزل كده. الطبيعة على حسب الجذبية هتنزل على الارض. هنا ديت بتكون لسه فوق في الشجرة فوق بتكون في الحالة اللينة بتاعتها. اللي هي بتكون في حالة كده طرية. استخداماته يستخدم فيها الريتنجات المصنعة في بوية الطرق حيث يقوم نطج الاسفلت. يعني ده بيدخل في صناعة الاسفلت اللي هي بتستخدم في الطرق بتاعتها. في عندي نوع تالت من انواع الكوبلت اللي هو نوع من الكوبلت الكوري. الكوري يبقى مصدره كوري. مصدره من الاشجار السنوبرية. اشجار السنوبر بتنتج الكوبلت الكل. انواعه متحجر اللي هو في بطن الارض. قشري من تساقط الافرازات الزيتية للاشجار فوق البرك. ده بيكون بركة كده والبركة ديت فيه شجرة موجودة. فالطبيعي لما البركة ديت يكون فيه فرع والفرع دوت قريب من النهر او قريب من مية فبصت لقيه ينزل على السطح بتاعي. خلاص? طب هيمتزك بالمية? لا مش هيمتزك بالمية. هبصت لقي نفسي اشيله كده. وهو دوت اللي بيكون عبارة عن قشرة. بيشيلي القشرة وبيفضل عندي الماء زي ما هي. من غسيل التربة بطرق ميكانيكية. اللي هو تقليب الارض. اللي هو انا عندي دلوقتي مسلا نوع من انواع الارض. مش عارف ايه اللي موجود هنا تحت. خلاص? لو حصل وانا قلبت التربة ديت بيطلع عندي ايه? بيطلع عندي الراتينج اللي محفور في الارض. من الاشجار المتحجرة. من الاشجار الحية اللي هو انا بسقب الشجر كده. فبيطلع عندي ايه سائل? خواصه يزوف الاسير. فيه خليط من الكحول والبنزول. يزوف في الزيوت. ده بيستخدم عندي الراتينج ده. وبكده يا جماعة اللي بنوصلنا لنهاية حلقتنا. قابلكم ان شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.